هنا في منطقة خليل اللوز يعاود المستوطنون كراتهم وعربداتهم المعتادة لمهاجمة المواطنين ومباغتتهم واستهداف أراضيهم ومنازلهم بعد أن قاموا غرفة لهم ورفعوا أعلام الاحتلال على أراضيهم الممتدة والواسعة قبل قرابة الأسبوعين دائما دائما بيجونا كل ليلة بيجونا بس ليلة مبارح جابوا جرافة وجابوا تنكمية وفيه عندنا بير لبنسك فيه غنمنا منعونا لنقربة وجابوا متور وبنحضوا فيه بودهم لغنمهم من هنا وغربة فإحنا بالناشد الأمة والناشد العالم الحي في هذا العمر يردوا هذه الناس عننا والجهات المختصة إحنا ما بنجاوم دولة هذا بيعدوا في حالهم دولة وهذول المستوطنين صاروا دولة الحاج الثمانيني إبراهيم عبيات وأولاده وعائلاتهم ومحو عشو عائلات أخرى تقطن هذا السفح الجبلي والتي يحملون فيها وثائق من حقبة الزمن العثماني بهدف محاصرتهم والتضييق عليهم حتى من الوصول لأراضيهم والتي تقدر بأربعمائة دونم لفرض أمر واقع عليهم تكمن أهمية هذا الموقع يأتي خلال اللوز، خلط القطن، خلط النحلة تأتي ما بين مستوطنتين تقوع ومستوطنة إفراد فالمراد أو الهدف الاستراتيجي للحكومة الإسرائيلية وهنا نحط خطين تحت الحكومة الإسرائيلية لأن المستوطنين بنفذوا سياسة حكومة هو إيصال ما بين مستوطنة إفراد مع مستوطنة تقوع لقطع لعمل حزام وقطع التواصل مدينة بيت لحم المقدسة عن ريفها الجنوب وعن جنوب الضفة الغربية تحت عنوان مشروع سياسي اسمه E2 على غرار E1 إطلاق للرصاص صوب المنازل وتجريفاً للأراضي المزروعة بالزيتون واللوزيات والتي تأتي تمهيداً لسياسة استيطانية توسعية تبدأ من خلة القطن جنوب شرق بيت لحم وصولاً لأراضي خلال اللوز لجعلها حلقة محكمة عزلاً وتقطيعاً للأوصال الجغرافية في المكان خلال اللوز المنطقة التي تعيش ترهيباً وترويعاً للمواطنين من قبل المستوطنين لأطفالهم ونسائهم حتى الشيوخ منهم ليالعبي تلفزيون فلسطين بيت لحم